النهاردة للناديل خلينا نروح بقى لبداية المقارنات ما بين ريني فيلر وعبد الناصر محمد كابتن عبد الناصر محمد طبعا المدير الفني لناديل هعمل معهم شغل محترم وفرقة هي فرقة بتعمل كل حاجة في الكورة إلا حاجة واحدة بس هي التهديف لو عندهم راس حربة أو اشتروا راس حربة في شهر يناير أعتقد أنه هو هيفري معهم جامد جدا بيوصلوا للجوم كتير جدا ولكن عندهم مشكلة عمك هجومي واضحة اللي هي نبص على الأرقام هتأكدها الأرقام يمكن هو عنده تسعة واربعين سنة لعب معهم حداشر مباراة كسب اتنين اتعادل خمسة خسر أربعة أربعة ده رقم قليل بالنسبة الفريق لسه صاد حديثا يعني أحرزه سبع أهداف فهنا بقى تكمن المشكلة الموجودة في نادي مصر إنه هو فريق بيوصل للجوم كتير جدا عدد محاولاته على المرمى كبيرة ولكن عندك مشكلة في العمك التهديفي بينقصهم الفيرود المهاجم الخطف اللي بيخلص من نص فرصة وده الفرق ما بينه وما بين النادي الأهلي يعني النادي الأهلي طبعا تسعة فوز من تسعة مباريات جايب كم جون النادي الأهلي خمسة وعشرين هدف معدل الأهداف اتنين وسبعة عشر للنادي الأهلي مقابل ستة من عشر فقط لنادي مصر بالنسبة للدفاعات النادي الأهلي دخل شباكو هدف واحد بس حفظ على نظافة شباكو تمانية من تسعة ماتشاط اما نادي مصر دخلت شباكو اتناشر هدف برضو رقم يعني يعتبر رقم كبير اتناشر هدف بس مش كبير اهو بالنسبة الفريق يعتبر لسه صعد حديثة حفظ على نظافة شباكو اربع مباريات من حداشر رقم كويس جدا برضو بالنسبة لنادي مصر مقابل طبعا تمانية للنادي الأهلي هنا انت مما بالطار لبنك عمل واحدة من المفاجآت بتعادله مع نادي الزمالك مفاجأة برضو انه هو يتعادل مع نادي الزمالك ما هو ده ده اللي حصل قدام نادي الزمالك ايه انه هم لعبوا بطريقة المانتومان طريقة المانتومان اللي انت في كل ارجاء الملعب بتقابل لكن الزمان كان يقولك ايه لو اللعب داخل التواليات خش هراه اه هو كده يعني بتسيبوش هو كده اه يعني هو دي طريقتهم النهار هم كمان على المستوى البدن كويين جدا بيوصلوا للجوم كتير جدا ولكن ولكن على مستوى الفينيش هم عندهم مشكلة يعني هم كم فيه مدرب بيقول لنا كده فاكرني بغذر انا مش عاود اقول اسمه طبعا لك كم فيه مدرب بيقول لنا كده على مستوى الفينيش هم عندهم مشكلة في العمق الهجومي اه بس هيا دي الفكرة مش في الاهلي على فكرة اه اه